موسيقى يعطيكم العافية معكم الأستاذ طارق القاسم من موقع وتد التعليمي منصة أوائل المملكة طبعا اليوم إحنا عاملين مراجعة للوحدة الأولى لمادة تاريخ الأردن لطلاب جيل 2005 ومقبل والوحدة الأولى بتحكي عن استقلال المملكة الأردنية الهاشمية وإحنا جمعنا لكم جميع أسئلة الوزارة اللي إجت على هذا الدرس اللي هو درس استقلال المملكة الأردنية الهاشمية فإذا أنت قدرت تجاوب على جميع الأسئلة بكون كتير وضعك تمام بالنسبة للوحدة الأولى اللي هو استقلال المملكة الأردنية الهاشمية خلينا احنا نأخذ جميع طبعا الأسئلة الوزارية اللي إجت بالامتحانات الوزارية لهذا الدرس طيب في عندها بالنسبة للسؤال الأول بحكيلي الأمير الذي كلفه الشريف الحسين بن علي بتتوجه إلى أرض الأردن وقيادة الحركة العربية فيها هلأ الأمير الذي كلفه الشريف الحسين بن علي بالتوجه إلى أرض الأردن وقيادة الحركة العربية فيها من هو؟ طبعا الأمير إيش عبد الله الأول ابن الحسين السؤال الثاني بحكي للسؤال الثاني من المدن الأردنية التي تشكلت فيها حكومات محلية بعد انهيار الحكومة العربية الفيصلية في سوريا عام 1920 طبعا لازم تكون أنت عارف كطالب أنه انهارت الحكومة العربية الفيصلية في سوريا في عام 1920 ومن المدن الأردنية التي تشكلت فيها حكومات محلية في ثلاث مناطق اللي هم الصلط والكرك وعجدون السؤال رقم 3 سؤال رقم 3 بيحكي لي المجلس الذي بحث أمر إعلان استقلال البلاد المجلس الذي بحث أمر إعلان استقلال البلاد الأردنية استقلالاً تاماً على أساس النظام الملكي فيها الوراثي عام 1946 بصفته نائباً عن الشعب الأردني وهنا طبعاً إحنا شرحنا هذا الدرس طبعاً فيه على البطاقة وركزتلك فيه على المجلس الذي بحث أمر إعلان استقلال البلاد بس يقولك بالامتحان بالوزارة مين هو المجلس الذي بحث أمر إعلان استقلال البلاد اللي هو المجلس إيش التشريعي المجلس التشريعي هلأ في سؤال وزارة إجا طبعا بالدورة الصفية السنة الماضية اللي هو سؤال رقم أربعة من الذي أبلغ الدول العربية ودول العالم بقرار استقلال الأردن طبعا هذا موجود من بين الأسطر وإحنا شرحناه للطالب طبعا شرحناه للطالب بهذه المادة الذي أبلغ دول العالم ودول العربية بقرار استقلال الأردن من هو؟ وزير الخارجية وزير الخارجية هلأ سؤال خمسة هلأ سؤال خمسة بيحكي لي أول حكومة تشكلت عنها في أرض الأردن كانت بـ 11 نيسان 1921 وكانت برئاسة مين؟ بيكانت برئاسة إيش؟ رشيد اطلع رشيد اطلع إذن أول حكومة عربية تأثت في أرض الأردن بـ 11 نيسان 1921 وكانت برئاسة رشيد اطلع سؤال رقم ستة سؤال رقم 6 بيحكي لنعقد المؤتمر الوطني الأول المؤتمر الوطني الأول في الأردن بالـ 28 وكان رئيس المؤتمر مين رئيس المؤتمر؟ كان رئيس المؤتمر اللي هو إيش؟ إحسان الطرونة إذن صرنا أخدين عنا أول رئيس حكومة عندنا رشيد طلاح أول رئيس حكومة رشيد طلاح لما يقول لك بالامتحان أول رئيس مؤتمر بتقول له إيش؟ إحسان إيش؟ الطرونة إحسان الطرونة هلأ في عندي السؤال السبعة بيحكي لي عدد الأشخاص الذين حضروا المؤتمر للوطني الأول في عمان عام 1928 كان عندنا عدد الأشخاص اللي حضروا المؤتمر 150 سؤال رقم 8 سؤال رقم 8 أنا بدي أكون أنا كطالب بنركز عليه بيحكي لي السؤال 8 شوف صغتي الوزارة بيحكي لي من أبرز بنود الميثاق الوطني الأول من أبرز بنود الميثاق الوطني الأول هل هو تعيين حدود للإمارة؟ أم عندنا يتولى الأمير عبدالله التشريع والإدارة أم يعترف شرق الأردن بمبدأ الانتداب أم أن الحكومة مسؤولة أمام البرلمان طبعا الجواب عندي يا الحكومة مسؤولة أمام البرلمان طب هاي النقطة وين موجودة؟ طبعا أستاذ هاي النقطة من أبرز بنود الميثاق الوطن الأول الانتخابات حرة مصونة من أي تدخل والحكومة مسؤولة أمام إيش البرلمان وكل يتم هدول النقاط بيحكوا عن بنود المعاهد الأردنية البريطانية النقطة ألف وجيم ودال هلا النقطة رقم با اللي هي من أبرز بنود الميثاق الوطني الأول جاي بالنقطة الثالثة أنه الانتخابات حرة مصونة من أي تدخل والحكومة مسؤولة أمام البرلمان هاي من أبرز بنود الميثاق الوطن الأول في عام 1928 فأنت كطالب لما تحفظ النقاط لازم تحفظ النقاط إيش كاملة بامتحان الوزارة شوف هذا السؤال الوزاري طبعا هذا السؤال الوزاري إجا بسنة 22 لازم أنا أكون كطالب حافظ النقاط كاملة لأنه ممكن يجيك سؤال بالامتحان من الشق التاني من نفس النقطة فلذلك من أبرز بنود الميثاق الوطن الأول عام 1928 أنا الحكومة مسؤولة أمام إيش البرلمان هلأ سؤال تسعة بحكيلي العبارة المكتوبة في الجهة اليمنى عاكس النظر له على الشريط الأصفر من مكونات شعار المملكة الأردنية الهاشمية طبعا إحنا شرحنا لك إياها إن الشريط الأصفر الساز بين قسم ثلاث أقسام يمين وسط يسار سواء كان كتب لك عاكس النظر ولا مش كتب لك إياهم بدك تكون حافظ باليمين الملك عبد الله الثاني بن حسين بن عون باليمين بالوسط ملك المملكة الأردنية الهاشمية وباليسار الراجي من الله التوفيق والعون إذن الشريط الأصفر بين قسم إلى ثلاث أقسام يمين وسط يسار باليمين الملك عبد الله الثاني بن حسين بن عون هذا باليمين بالوسط ملك المملكة الأردنية الهاشمية وباليسار الراجي من الله التوفيق والعون هلا هو شو قال لك بالامتحان في الجهة ايش اليمنى شو مكتب بالجهة اليمنى حكينا عبدالله الثاني بن حسين بن عون إذن جوابها ايش جيم هلا في عندي السؤال اللي بعده بحكيلي الدولة التي اتخذت من اللون الأخضر رمزا لها الدولة التي اتخذت من اللون الأخضر رمزا لها اللي هي ايش الدولة ايش الفاطمية وهذا احنا شرحنا لك اياه بالنسبة لرموز العلم رموز العلم حكينا احنا اللون الأخضر برمز لشغلتين لآل البيت والدولة إيش الفاطمية إذن لآل البيت والدولة الفاطمية من هو أي لون اللي هو لون إيش الأخضر السؤال اللي بعده بحكيه لسؤال 11 رئيس الوزراء الذي توجه مع الأمير عبد الله الأول إلى بريطانيا من هو الذي توجه مع الأمير عبد الله إلى بريطانيا طبعاً له براهيم إيش هاشم إذن أنا كطالب صورة آخذ أستاذ ثلاث شخصيات بهذا الدرس أول رئيس حكومة رشيد طلع أول رئيس مؤتمر عندنا ورئيس المؤتمر الوطني الأول حسين الطراونة الذي رافق الأمير عبد الله إلى بريطانيا اللي هو إيش إبراهيم هاشم إبراهيم هاشم طيب في عندي السؤال اللي بعده بحكيه لي يرمز اللون الأبيض في رموز العلم الأردني اللون الأبيض يرمز إلى إيش؟ إلى الدولة الأموية يرمز إلى الدولة الأموية هلأ في عندي السؤال بعده اللون الأحمر في الراية الأردنية اللون الأحمر طبعاً في الراية الأردنية يرمز إلى إيش؟ إلى الأسرة الهاشمية إذن كنت تحافظهم الأبيض أموي واللون الأحمر في العلام اللي هو الأسرة الهاشمية سؤال رقم 14 بحكيه لهذا بنا نأخذ عن مكونات شعار المملكة الأردنية الهاشمية الشعار الذي يرمز إلى الفداء والصفاء هو من مكونات شعار المملكة الأردنية الهاشمية هو طبعا عندي يا إيش الوشاح إيش الأحمر إحنا شرحنا لما حكينا عن شعار المملكة الأردنية الهاشمية حكينا الوشاح الأحمر يمثل ويرمز يمثل العرش الهاشمي ويرمز إلى الفداء والصفاء إذن يرمز إلى الفداء والصفاء مين هو؟ اللي هو عندي إيش الوشاح إيش الأحمر الشعار الذي يرمز إلى الفداء والصفاء لأنه حكينا إحنا الوشاح الأحمر يمثل ويرمز يمثل عرش الهاشمي ويرمز إلى إيش إلى الفداء والصفاء هلأ في عندي السؤال الوزاري اللي بعده بيحكي لي المكون الذي يمثل القوة والعلو والبأس القوة والعلو والبأس اللي هو عندي إيش طير إيش طير العقاب طير العقاب المكون الذي يمثل القوة والعلو والبأس اللي هو عندي إياه طير العقاب هلأ في عندي السؤال اللي بعده سؤال 16 سؤال 16 بيحكي لي أيضا من مكونات شعار المملكة الأردنية الهاشمية ويرمز إلى انتشار الإسلام انتشار الإسلام في العالم اللي هو إيش عندي إياه الكرة إيش الأرضية الكرة الأرضية إذن الكرة الأرضية اللي هي انتشار الإسلام هلأ في عندي السؤال اللي بعده الملك الذي لقبه بالملك المعزز هلأ إحنا لما شرحنا الدرس حكينا عنا في عنا ثلاث ملوك لهم ألقاب عبد الله الأول لقبه الملك المؤسس الملك حسين لقبه الملك الباني والملك عبد الله الثاني لقبه الملك المعزز بيجيك السؤال بالامتحان من هو الملك الذي لقبه بالملك إيش المعزز اللي هو الملك عبد الله الثاني عبد الله الثاني هلأ سؤال رقم 18 سؤال رقم 18 شوفكي في عنا الصيغة الوزارية بحكي لك واحد من الآتية لا تعد من بنود المعاهد الأردنية البريطانية بس يجيك هذا السؤال بالامتحان بالوزارة أستاذ لم يقول لك واحد من الآتية يعني أنا في عندي ثلاث نقاط صاحة وعندي واحدة إيش غلط بس يقول لك واحد من الآتية لا تعد من بنود المعاهد الأردنية البريطانية الاعتراف بتأسيس الإمارة من بنود المعاهد الأردنية البريطانية تعيين حدود للإمارة أيضا من بنود المعاهد الأردنية وضع دستور أيضا يعتبر من بنود المعاهد الأردنية البريطانية الحكومة مسؤولة أمام البرلمان لا هاي من بنود الميثاق الوطني ايش الأول فلذلك لما يقلت دايما بالسؤال بالامتحام بالوزارة واحد من التالية لا تعد يعني بدك تكون عارف أنه عندي ثلاث نقاط صح وعندي واحدة ايش غلط فالتي لا تعد من بنود المعاهد الأردنية البريطانية الحكومة مسؤولة أمام البرلمان ليش لأنه هاي النقطة لبنود الميثاق الوطني ايش الأول هلأ في عندي سؤال 19 سؤال 19 بيحكي لي انتخب المندوبون في المؤتمر الوطني الأول في عمان لجنة تنفيذية مكونة من 26 عضو وهذا السؤال ما يجب الوزارة بس ركز لي عليه كتير كتير بالامتحان الوزاري احنا بالمؤتمر الوطن الأول حكينا هو انعقد بال28 انعقد بال28 في مدينة عمان وحضروا 150 شخص هذا بالنسبة للمؤتمر الوطني وكان رئيس المؤتمر حسين الطراونة وانتخب المندوبون بهذا المؤتمر لجنة تنفيذية مكونة من كم عضو؟ من 26 عضو بدعيد مرة تانية بالنسبة للمؤتمر الوطني الأول سازهون عقد في عام 1928 في مدينة عمان حضروا 150 شخص من زعماء ودباء مفكرين وكان رئيس المؤتمر إحسين الطراونة وانتخب المندوبون بهذا المؤتمر لجنة تنفيذية مكونة من كم عضو؟ من 26 عضو في عندي السؤال اللي بعده الدولة الإسلامية التي اتخذت من اللون الأسود راية لها اللي هو عندي إيش الدولة إيش العباسية حكينا إحنا اللون الأسود برمز إلى راية النبي اللي هو راية الرسول وراية العقاب وعندي شعار الدولة إيش العباسية اللون الأسود في عندي في رموز العلم برمز إلى راية النبي اللي هو راية العقاب وعندي الدولة إيش العباسية فلذلك الدولة الإسلامية التي اتخذت من اللون الأسود راية لها اللي هو عندي دولة إيش العباسية هلأ في عندي السؤال 21 بحتي للسؤال 21 شوف الصيغة الوزارة كل من الآتي تعد من التعديلات الدستورية التي أقرها أي مجلس المجلس التشريعي أيش الخامس لو جاك سؤال بالامتحان قبل ما أخذ هذا السؤال لو جاك سؤال بالامتحان من اللي عدد الدستور 46 دير بالك المجلس التشريعي أيش الخامس كل من الآتي تعد من التعديلات الدستورية التي أقرها المجلس تشريعي الخامس في الجلسة الاستثنائية بـ 22 أيار عام 1946 معدى أن الملك هو الذي يعقد المعاهدات والاتفاقيات صح المملكة الأردني دولة مستقلة ذات سيادة صح تحل عبارة جلالة الملك محل سموه الأمير صح مجلس الأمة هو الذي يعلن الحرب لا طبعا هو الملك الذي يعلن إيش الحرب هلأ لما يجيك هذا السؤال دائما السؤال بلك بالامتحان طبعا كل ملقاتي تعد من التعديلات الدستورية التي أقرها ما عدا لما يكتب لك دائما بالامتحان بالوزارة ما عدا بدأت تكون عارف أنه فيه ثلاثة صح وواحدة إيش غلط هلأ مجلس الأمة هو الذي يعلن الحرب لا طبعا هو عندنا الملك هو الذي يعلن إيش الحرب فالتي لا تعد من التعديلات الدستورية لا تعد من التعديلات الدستورية أن مجلس الأمة هو الذي يعلن إيش الحرب هلأ في عندي سؤال 22 سؤال 22 بحكي العبارة المكتوبة في الجهة اليسرى من إيش طبعا على الشريط الأصفر أنا قبل شوي حكيت لك إياهم شرحت لك أن الشريط الأصفر بين قسم ثلاثة قسام يمين وسط يسار باليمين عبدالله الثاني بن حسين بن عون بالوسط ملك المملكة الأردنية الهاشمية وباليسار الراجي من الله التوفيق والعون هو شو كتب لي قال لي باليسار قال لي باليسار إذن باليسار إيش هي الراجي من الله التوفيق وإيش والعون هلأ في عندي السؤال لبعضه برضو إيجي سؤال وزارة العبارة المكتوبة في وسط الشريط في الوسط الشريط حكينا ملك المملكة الأردنية الهاشمية إذن سؤال 23 بحكيلي في وسط الشريط. بس يقول لك كلمة في وسط الشريط اللي هو ملك المملكة الأردنية الهاشفية. الآن السؤال بعده. السؤال 24. العام الذي أعلن فيه استقلال الأردن. تم استقلال الأردن. بأي سنة؟ في عام 1946 و46. سؤال 24. العام الذي تأسد فيه إمارة شرق الأردن في عام 1921. طيب. هلأ هنا بس بدي أكون أعرف ثلاث شغلات. أستاذ أنا بهذا الدرس بدي أكون أمركز على ثلاث التواريخ. أنه الأمير عبدالله الأول اجعل أرض الأردن بالعشرين. وأسس إمارة بالواحد وعشرين. واستقلت الأردن بالستة واربعين. فلاحظ أنت هذول السؤالين وزاريات اجوا بالوزارة. فأنا كتواريخ لازم أكون مركز على هذول التلاث تواريخ. أنه الأمير عبدالله اجعل أرض الأردن بالعشرين. أسس إمارة بسنة الواحد وعشرين. واستقلت الأردن بالستة واربعين. لاحظ هذول السؤالين. حكي الاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية بأي سنة؟ بالـ 46 تأسيس الإمارة متى بالـ 21 هلأ سؤال 26 بحكي لي سؤال 26 الملك الهاشمي الذي أطلق عليه لقب الملك الباني وطبعاً هذا كل الأسئلة هاية موجودة عندنا في بنك النجوم للأسئلة الوزارية الموجودة عندنا في المكتبات هلأ في عندي السؤال الملك الهاشم الذي لقب بالملك الباني من هو الذي لقب بالملك الباني؟ الملك الحسين بن طلال الملك الحسين بن طلال حكينا احنا في ألقاب الملوك عنا ثلاثة عبد الله الأول لقب الملك المؤسس الملك حسين لقب الملك الباني والملك عبد الله الثاني لقب الملك المعزس فالذي يطلق على لقب الملك الباني اللي هو مين الملك إيش الحسين المدينة التي عقد فيها المؤتمر الوطني الأول هسا حكينا المؤتمر الوطني الأول معقد وين في 28 في عمان وحكينا حضره 150 شخص من زعماء ودباء مفكرين وكان رئيس المؤتمر حسين الطاراونة وانتخب المندبون لجنة تنفيذية فيه مكونة من 26 عضو هلأ في عندي سؤال 28 لاحظ الصيغة الوزارية بسؤال 28 هذا إجا بالدورة التكميلية كلف الشريف الحسين بن علي نجله الأمير عبد الله بن حسين بالتوجه إلى أرض الأردن لقيادة الحركة العربية في أرض الأردن وتحرير سوريا وتخليصها من أي استعمار من الاستعمار الفرنسي هذا إجا بالدورة التكميلية إجا بالدورة التكميلية أنه كلف الشريف الحسين بن علي نجله بالتوجه طبعا إلى أرض الأردن اللي هو الأمير عبد الله لقيادة الحركة العربية وتحرير سوريا وتخليصها من أي استعمار من الاستعمار إيش الفرنسي هلأ في عندي كمان السؤال اللي بعده أيضا إجا بالدورة التكميلية العام الذي انطلقت فيه الثورة العربية الكبرى انطلقت الثورة العربية الكبرى أستاذ من مدينة مكة في عام 1916 وكانت بقيادة الشريف الحسين بن علي يعني قائد الثورة العربية الكبرى مين هو قائد الثورة العربية الكبرى الشريف الحسين بن علي من وين انطلقت الثورة العربية الكبرى من مدينة مكة في أي سنة في عام 1916 في عام 1916 وهذا إجا برضو حكينا إحنا بالدورة إيش التكميلية بالدورة التكميلية الماضية هلا في عندي كمان سؤال إجا كتير سؤال حساس لاحظ أنك أنت لازم تركز بالتفاصيل بالامتحان بالوزارة لاحظ أجاك السؤال بالامتحان يعد الشريط الأصفر أحد مكونات شعار المملكة الأردنية الهاشمية ويتدلأ أمام إيش أمام وسام النهضة برضو إجا بالدورة التكميلية الماضية إن الشريط الأصفر بكون أحد مكونات شعار المملكة الأردنية ويتدلأ أمام وسام إيش النهضة طبعا إنت طبعا أخذنا إحنا 30 سؤال هدولة 30 سؤال أجو بالامتحان الوزاري طبعا بالامتحانات الوزارية السابقة جمعنا لك إياهم وحطنا لك إياهم إذا أنت قدرت تحلهم بيكون وضعك تمام في درس استقلال المملكة الأردنية الهاشمية وإحنا زي ما حكيت لك أنا حطت لك كل الأسئلة طبعا موجودة في المكتبات في بنك اسمه بنك النجوم للأسئلة الوزارية ويعطيكو ألف عافية اشتركوا في القناة